مرحبا بك أستاذ رائد حنانت في عمان قادما من لدن على متن الطائرة التي أقلتك إلى هنا لماذا كنت تفكر؟ والله كنت أفكر أنه شنو أتكلم وبأي طريقة أتكلم وعن المواضيع أتكلم بيها فاللي يجي على بالي أنه بالعراق كبلد العلاقة بالأمور المصرفية المالية شنو السؤال شنو الجواب يمك الأسئلة أنا حاضر أي شيء طيب ما هو موقف الأوروبا أو العالم من البنوك الأهلية والحكومية في العراق حصدك تمويل المشاريع إلى آخره تمويل المشاريع الكبرى في العراق منها البنية التحتية ومنها المشاريع العظيمة هي جزء كبير من بناء العراق الجديد البنوك العالمية تشوف العراق بنظرة خاصة تحت مجهر خاص السيولة العالمية الموجودة اليوم هي كثيرة جداً ودائماً تريد شوف إلها مكان لاستثمار المشاريع 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 موجودة بأرقام كبيرة الحقيقة التاريخياً مبالغ الموجودة في العالم هي مبالغ أكثر شيء شفنا في حياتنا المشاريع بصورة عامة في العراق هي مشاريع كبرى إلى نتكلم عن مشاريع الحكومية الآن بالوقت الحاضر يحتاج تكون بها ميزات ويحتاج تكون بها بعض التفاصيل أولاً يحتاج واحد يشوف تفاصيل المشروع صورة كاملة ثانياً الجدوى الاقتصادية والدفق المالي للمشروع بسيناريوات معينة اللي هي الأحسن الأسوأ المتوسط بعدين بالنسبة إلى منه ظهر المشروع شنو قوتهم المالية شنو خبرتهم وكيف يعرفون أنه يأدون هذا المشروع المشروع يحتاج الدولة بها نظام قانوني شنو النظام القانوني في العراق حالياً موجود نظام القانوني في العراق نظام قوي فلازم يكون المحامين مهمين يعرفون شلون يشتغلون المشروع وشنو ربح الممول ربح البنك بهذا المشروع أهم من كل هذا هو كيفية ترجيع الأموال إلى البنك أو الجهة اللي تنطي الدين لأنه سهلة إنه واحد ينطي فلوس بس صعبة شون ترجعها فأكو مشاريع موجودة تمول وكل مشروع يجب بيكون هاي الأشياء تكون متوفرة بعض الأحيان بعض الأحيان تشوف أكو مشاريع كبيرة يحتاج لها سوفرين جارانتي اللي هو ضمان سيادي فشنو معنى سوفرين جارانتي شنو معنى الضمان السيادي اللي هي الضمان السيادي هي وثيقة موقعة من قبل وزارة المالية موثوقة من مجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء وموافقين بها البرلمان ويكون مدرجة في الميزانية العراقية لذيك السنة هذا شيء مطلوب أكثر الأحيان ويكون موجود الضمان السيادي أنا أريد أن تعطيني أمثلة تطبيقية على ما تقدمت به مثل ما أقلت لك الضمان السيادي هي وثيقة من قبل وزارة المالية موثوقة من رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء ويكون البرلمان منطبيها تصويت كامل وتدرج في الميزانية العراقية لذيك السنة هذا الشيء يتسوى مع المشاريع أطيق مثال مثلا أنت عندك شركة أوروبية ألمانية تنتج شيء ورح توصلها إلى العراق فيوقع عقد بين وزارة معينة وهذه الشركة لتجهيز بضاعة معينة من يصير التوقيع العراق يضطي اعتماد غير معزز بصورة عامة عن طريق التي بي آي بنك التجاري العراقي إلى الشركة هذه نفس الوقت يصدر ضمان سيادي من وزارة المالية إلى الإي سي ايز اللي هي اكسبورت كريلت ايجنسيز في ألمانيا اسمها هرميس مثلا اللي هي بنك الصادرات الألماني مثلا وتستلم هذه من قبل الهرميس اللي هي الإي سي ايز في ألمانيا والحكومة الألمانية تضمن إلى الشركة بالفلوس الدفع إلى الاعتماد لأي سبب من الأسباب ما مشى ما وصلت الفلوس إلى الشركة أكو الشركة عندها ضمان من حكومتها بالدفع هذا شي موجود دائما نشوفه في الأمور التجارية لكن مؤخرا حكومة العراقية وهي صحيحة ما تود أنه تنطي ضمانات سيادية لأنه البرلمان ما يوافق أولا أو صعب يوافق عليه وتدخل في مجالس وزراء زائدا العراق عنده قروض من البنك الدولي والقروض بها شروط كثيرة ويجب أن العراق يأخذ موافقات من البنك الدولي مع سقوف معينة وما يخليهم كبنك دولي أنه يروحون يأخذون قروض إضافية أو ينطون ضمانات سيادية غير البنك الدولي بموافقة العسب طبعا طيب حضرتك بريتش ستزن مواطن إنجليزي صحيح ما قد مر عليك وأنت متبتع بهذه الجنسية المميزة أنا صال لي أكثر من أربعين سنة عايش في إنجلترا هل أنت مجددا؟ أنا مجددا كعراقي عايش في إنجلترا ما غيرنا كثير من تقاليدنا وعاداتنا في إنجلترا من معيشتنا ولو أنا زوجتي عراقية وأولادي ولده في بريطانيا بس لا نزال تقاليدنا عاداتنا أكنا أصدقان طلعتنا داخلتنا طريقة اللي ماشيين بها كأنه عايش بالبصرة هل أنت مع خروج إنجلترا من منظومة الدول الأوروبية؟ أنا صوتت بالبقاء لكن بعد ما شفنا اللي صار والمشاكل اللي عندها تاريزة ميل اليوم أنا الحقيقة واحد يكون كونفيوزد ما يعرف شون رح يصير ما يصير لأنه ثلاث مرات هي الطب للبرلمان بتفكير وإيداء وقرارات وكلهم يقرارون ضدها اليوم وصلنا مرحلة إنه لازم يطلبون بتمديد موضوع القرار ولا نزال ما نعرف شو رح يصير بس أنا صوتت بالبقاء أريد منك مسجل تريزة ميل شو تقول لها؟ تريزة ما يقول لها أمشي بالطريقة اللي هي الشعب يريدها أكيد مجبورة لأنه كل شيء عليه تصويت ويمكن أتعيد الاستفتاء بموضوع اللي صار اللي هو بالنسبة للخروج أو البقاء ليش؟ لأنه الناس من صوتت كان تصويت بقاء وخروج بدون ما يعرفون شنو معنى البقاء شنو معنى الخروج اليوم أكو دفتر وأكو تفسير إلى بقيت شنو معنى وإلى أطلعت شنو معنى فاليوم الناس تبقى أكو تفسير تطلع أكو تفسير من صارت قبل فترة أول استفتاء ما كان الناس تعرف تفكير كان أنه هم أكو بولونيين رومانيين يشتغلون والناس اللي تأخذ الشغل من الإنجليز أو الهجرة الكثيرة أو الأوروبيين الكثيرين الموجودين وأكثر الناس اللي صوتوا بالخروج هم ناس كبار بالعمر على أساس أنه مريد هالأنواع ناس يكونون في إنجلترا فما كان مبني على شيء مدروس والحقيقة هو الخطأ صار ليش لأنه ديفيد كاميرون من بالبداية سوى الاستفتاء من سكوتلندا قبل الاستفتاء الكبير لأوروبا ربحوا على أساس سكوتلندا بقت في إنجلترا وقالوا أنه هذا أكيد رح يصير شيء بالنسبة البقاء في أوروبا إلى صار الاستفتاء وصار العكس ونشوفه اليوم ما حاجة يعرف شيء يصير والوقت هو رح ينطي القرار نعم حضرتك تستثمر في العقار ورأس المال جبان صح؟ صح أنت شجاع في الاستثمار أنا شجاع إلا أعرف جاية طب بالظلمة بس عيني مفتوحة يعني البني آدم كل شيء استثمار هو رزق مخاطرة بس شون تدخل بمخاطرة مدروسة وإلى دائما تفكر أسوأ الشيء يصير إلا صار أسوأ شيء وأنا ما أخذ بنظر اعتبار حسب حساباتي أول يوم فإلى خسرت أنا أقول كنت أعرف المخاطرة وخسرت لي أنه دخلت في مشروع أرقامة كانت غير صحيحة أو صحيحة من الممتاز إلى الأسوأ فمخاطرة بس ما تقدر تعرف مية بالمية بس عندك نوع من الإيحاء إيحاء الاعتقاد مع أرقام مني آدم يخسر يربح إلى التدخل تدخل هذه البصراوية أهي أنا من الجنوب من البصرة والب البصرة وأهلي من البصرة طيب هل تقدر التدخل بالبصرة برأس مال منك بتنمية مشاريعها ليش لا أنا أنا البصرة داخل ومشتغل وأروحن وأرجع والبصرة إلهافت قيمة كبيرة بحياتي وأحبنها بطريقة غير اتيادية يعني ألو أحبنها في قلبي أنا أقعد في اجتماعات كبيرة في أمور عملي لها القضايا المالية والاستثمارات والأمور اللي تخص التمويل مع شركات مع بنوك مع مع وألغف له مثلا يخابوني صديق بصراوي أو أروحن للبصرة بلحظة أبدل قم نحشي طيقة وطاح جاش نهي خالي خيعونك مدري شنو يعني ما ننسى ما ننسى ولو أنا صال لي فترة سنين طالق حقيقة عن أشياء تتكلم بيها أنت أنه أنا أقوم بأعمال كثير البصرة وحتى أحد المحافظين سابقا عينني ممثل البصرة في المملكة المتحدة بشكل طوعي أنا لا شخص سياسي ولا شخص دبلوماسي فقط عن الأعمال التي سويتها ووديت وفود إلى البصرة من إنجلترا ممثلين من البرلمان تشجيع البصرة بالاستثمار وغيرها 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 الحقيقة كنا نتكلم قبل الحديث قبل اللقاء أنا وأنت البصرة هي العاصمة الاقتصادية لعراق عراق اليوم يصدر أربع ملايين وخمسمائة برميل يومية أكثر من ثلاث ملايين ونص ثلاث ملايين وسبعمائة ألف تطلع من البصرة أحب أشوف البصرة بيها شوارع بيها مدارس بيها مستشفيات بيها ماي بيها أي شي فإن شاء الله أكو الناس اللي تشوف وممكن ينسوي هذا الشي رأيي أنا كشخص بصراوي وحب مدينتي يجب أن يكون أكو شخص هو وزير البصرة في إنجلترا هناك وزير بلا وزارة كلهم وزاراء موجودين إنجلترا غير موضوع الوزارة الوزير يسموه سكرتاري وكل سكرتاري أكو عنده سبع وثمين وزاراء تحته ففي العراق يسموه وزير أنا أتمنى يكون أكو وزير رأى أدحن له وزيرا للبصرة شو تقولي؟ وش من السبع على؟ إلى أقدر أقوم بعمل وأقدر أكون شخص مناسب ليش لا؟ أنا متأكد لأكو كثير ناس أحسن من عندي وخاف تنفصل؟ سويا القليم؟ ما أعتقد تنفصل بها السهولة ما أعتقد تمشي بها الطريقة لأنه مرمو بها السهولة إلى أن واحد يحصل فلوس البصرة من البرلمان يرادلها أشهر واسنين اللي هي الحصة البصرة تعال تفصلها نهائيا وهذه شغلة طويلة لا أخوة تتحى بالحكومة المركزية لا أنا أعتقد إلي حطون وزير بالحكومة المركزية للبصرة يدافع عن البصرة أمام الوزرات بزرس وزراء ورئيس وزراء هذا الشي مهم هذا الشي مهم بصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية نعم عندك بالسيفي شيء يتعلق بكربلاء مصفى كربلاء الكلام مصفى كربلاء هو شنو ترتيب إلى علاقة بالمشاريع الكبرى بالعراق يحتاج إلى تمويل تمويل أكو مشاريع حكومية وأكو مشاريع قطاع خاص فكربلاء هو مشروع حكومي أنا قمت بعمل بتمويله ما مولنا لأسباب بس قمت بتمويله أنا جبت بنوك عالمية ثلاث بنوك كبرى دخلنا في اجتماعات كبيرة على مستويات عالية مع وزارة النفط وقدمنا عروض الوزارة في موضوع تمويل المصفى مصفى هو حوالي أربعة بليون دولار قيمته الحكومة صرفت حوالي بليون دولار صار موضوع داعش والفلوس انصرفت على الأمور العسكرية سعر النفط نزل فدخلنا في موضوع تمويل واجبنا العروض من بنوك مثل ما قلت لك ثلاثة وعشرين بنق وراها اللي هي تمولي أنه موضوع كبير يحتاج بنوك عديدة وبعدين الحكومة ارتأت أنه أكو كان تمويل بديل للشركات الكورية تشتغل في المصفى وما مشى بس لكن التمويل همنا كان في موضوع اللي هو بالقطاع الخاص حقيقة اشتغلنا على مشروع كبير للتلاف ميجاوات في جنوب العراق في البصرة لأحد الشركات العراقية الموجودة تم التمويل وانجحنا مع البنوك والمشروع حاليا ينتج ليش نجحنا؟ لأنه صادر مبيوع الكهرباء مبيوع من المشتري الحكومة الحكومة اشترتها على فترة 15 سنة كناتج فصال عندك مشروع متكامل مشروع عمل بناءه تمويله في فلوس من المستثمرين موجودة مو 100% شركات رصينة بنته وأكو عندك الناتج مبيوع اشتغلت موضوع آخر الحقيقة على البصرة قبل كم سنة همينا كان مع الأسف ما صار بس أنا قلبي يحترق همينا بهذا الموضوع جبنا شركة مع تمويل للبصرة بـ 3000 ميجاوات مع 500 ألف متر مكعب مي يوميا شركات كبرى وجبنا شركة استثارية ألمانية مهمة والأصدقاء اللي يعرفوني بالبصرة هم كلهم مشاهدين وكمنا المشروع وصلنا مراحل نهائية وقف هذا المشروع لو صاير كان ينطي معظم بيوت البصرة ماي وكهرباء مع الأسف وقف لأسباب كثيرة ما نتطرق إلها وما أعرف شنو صار من المشروع هذا حاليا شربني ماي حليلو وكني نفاه شلبر تعرفها مو؟ أعرفها كل الزين شوش لي يا رمانة أي فعندك قدرة على المغامرة بتحلية ماء البصرة مع شط العرب؟ صار كلام حقيقة عن موضوع آخر اللي هو موضوع هو تمويل عن طريق حكومة البريطانية لمشاريع في العراق الحكومة البريطانية أنطت ضمانات وليس التمويل ضمانات بمبلغ قدره عشرة بليون باون لفترة عشر سنوات كل سنة بليون باون والمشروع هذا أحد المشاريع المهمة كان من شركات إنجليزية للووتر تريتمينت تحلية المياه في البصرة ومشى وفد وقت طويل ولكن همنا المشروع وقف مشى ما نعرف لكن في مشاريع أخرى أنا متدخل كثير في موضوع الضمانات البريطانية إلى المشاريع العراقية صار مذكرة تفاهم اتوقعت بين الحكومتين على مبلغ قدره عشرة بليون باون على عشر سنين بالسنة بليون باون والحقيقة لحدها سنعرف شركتين واحدة منها سيمز واحدة منها جيئي إلى 30-40% بريطاني 60-70% مو بريطاني هم يصير مشكلة بهالموضوع شنو يجب أن تجي طلب من وزارة المالية العراقية إلى الوزارة المالية الإنجليزية بطلب تميل مشروع المشكلة المشاريع ما بها جدوة اقتصادية صحيحة ما بها دراسة لازم يكون شي متكامل عن طريق شركات عالمية منها أرنست يانج منها برايس ووترهاوس دلويتس يسوون دراسة كبرى هاي الدراسة تكلف فلوس مئات الآلاف مئات ملايين فإذا تريد تقدم شي صحيح جدوة صحيحة يجب أن تكون البزنس بلان ما لك مبني على شي صحيح مع شركة كبيرة حاليا أعرف أكو مشروع آخر لزالة الألغام في المدن المتحررة حاولون يستعملون شركة إنجليزية لزء من القرض البريطاني وإن شاء الله ستصير وننتظر طيب هناك شي اسمه سندات نعم باعتبارك خبير مالي دولي شنو تعرفك كلها وكيف يمكن أن نتعامل فيها بدعم التنمية في العراق العراق صدر سندات حسب علمي مؤخرا طبعا نتكلم مرتين واحدة بليون دولار كان بها ضمان من الحكومة الأمريكية وانباعت بوقت قياسي في السوق وطبعا هناك ضمان أمريكي فواضح ثانيا أنطوا وطلع سندات همينة بدون ضمان وانباعت بطريقة همينة قياسية واليوم السند هذا متدور بالسوق حوالي 6% اللي هو مثل سند البحرين فدولة البحرين عندها سند العراق عندها سند اثنين هم يتداولون بحوالي 6% فارزة 8% اللي هو يعتبر جيد كبلدنا عراقي يشتغل مثل البحرين كمدينة زائدا أكو فكر جديد أنه يطلعون سندات أكثر وأكثر قيد الدراسة وننتظر شنو سندك الشخصي حضرتك سندي الشخصي أنه أكون شخص راضي عن نفسي الناس راضي عني وأقوم بأعمال خير العائلتي وإلى كل الناس وعندي مليون صديق ولا عدو واحد ولكن يعني ضمن عملك وشعار سر نجاحك أنك ما تريد تخسر ما حدريد يخسر طبعا بس من الطب بموضوع عمل الدراسة هي كل شي وتعرف لازم شلون تشوف أسوأ الاحتمالات وتخليها ببالك لا تفكر بأحسن الاحتمالات من الطب مشروع فكر بأسوأ الاحتمالات وشوف شون تطلع من المشروع إلى صار أسوأ الاحتمالات والبقية هي مبنية على البني آدم والمبنية على الشخص مبنية على الحظ همين أنا آمن بالحظ الحقيقي أكو تشانس بالاستثمارات أكو تشانس طبعا طبعا أكو تشانس خصوصا أنت تستثمر في مشروع وحطيت مبالغ كبيرة والمشروع اتصادياته صحيحة وصار بالبلد وضع سياسي طارئ أو دخل حرب أنت شمدريك ما تعرف فتقدر أنت دائما تخلي كل شي الاحتمالات ببالك بس أكو أشياء طارئة لذلك في بلدان أوروبا مثل إنجلترا غيرها اللي أنا أشتغل ضمن عملي في شركتي موضوع اسمه تمويل الأملاك والعقارات هم أكو أشياء تخص هذا الشي بأمور غير مرئية أمامنا بس أقل لأنه بلد مبني على الثقة السياسية موجودة اقتصادية موجودة الفواج فيه صعود ونزول لكن آخر عشر سنين ماكو صعود كبير ونزول كبير ثابتة فهي الأشياء تنطي ثقة إلى الشخص باللسبة الاستثمار إلى أنت ما تكون عينك جوية ما تريد تشتغل ما تريد تربح تربح وتخسر بس يكون شيء اسمه شيء مثل بالانجليزي يقول لا يوجد مجددا إنه مجددا الناس هي تخلي المشروع ينجح أو يفشل هذا بالفيتبول يعني بالانجليزية أكيد سنجعلون احتمال الخسارة ثالث احتمال بالأقل هم يفكرون بالتعادل أنت بحياتك في تعادل في خسارة في فوز ولا كيف تتصرف أنا دائما أدفوز دائما لأنه أنا عنيد ويعجبني أنه الصعب أجيبه والسهل موجود بس دائما أخاف The game is over or the game is beginning كله beginning والله كله beginning من ينتهي الgame رح تبدي مرة ثانية لأنه بعد يومين يكون قيم ثاني من تنهي مشروع لا تقول خلصنا قبل أسبوع القديم انتهى ش رح تسوي باشر ش رح تسوي بعد شهر فكر بالجاي وهكذا البني آدم يشوف كل الناس الناجحة في أعمالها والناس اللي عملت امبراطوريات تتخاف امبراطورية ترائد حننا ممكن ما عدنا احنا امبراطورية نشتغل بيدنا مثل ما يقول لك بالقميص ونشدر ذننا ونشتغل ما كو واحد عندنا براطورية خلص أريد شي كتبته بيدك منشور اليوم آخر شي كتبته هو في الجرائد الإنجليزية هو رأي المستثمر العربي وليش المستثمر العربي استثمر في بريطانيا في موضوع العقارة اختصاص العقار طبعا وانمول مشاريع أخرى طبعا لكن مول عقارهم مينة فشنو أسباب دخولهم وتكبير الاستثمارات في بريطانيا منها ليش وضع السياسي في بلدهم غير مستقر أمور الموجودة حسب ما نسمع بيها إلى آخره فكبرت الاستثمارات العربية في بريطانيا وخصوصا دخلوا في مشاريع تجارية مع مكاتب في أمور المستودعات نعرف أمور السكنية وضعها صعب وإلى آخره بس دخلوا في أكثر وأكثر لأسباب أنه بيادهم يربحون 20% على فلوسهم بالسنة بلندن يربحون 5-6% بالسنة على فلوسهم يجون لندن لأن وضع مستقر أنت الآن على المنصة أفترض أنك راح تحدث عن البنوك المحلية والبنك المركزي العراقي وش تقول على هذه المنصة؟ البنوك المحلية العراقية مو نشطة كثير حقيقة يجب أن تكون أكثر وأكثر نشطة خصوصا في تمويل واختصاصي مشاريع وغيرها تروح أنت على بنك عراقي تحاول تاخذ قرض على البيت أو سكن أو شيء على مشروع أولا عندك مشروع عندك بجدوة اقتصادية عندك بدراسة كاملة عندك بتدفق مالي عندك بشيء كامل ما ينطيك البنك عليه لأنه يخاف ليش؟ إلا أنت ما أخذ 10 مليون دولار مثلا وصلت 5 مليون وأنت عملك كان خطأ لك مشروع ما يكمل المشروع تعثر المشروع ما لا قيمة 5 مليون نطاكي في هذا البنك أو جزء كبير من عندها فذلك البنوك العراقي دائما تطلب سند إضافي أرض ملك حر صرف معين فلذلك تأخذ من عندك السند أو البيتة أو الكذا إلى أن تكمل مشروعك وبعدين يطلقون الضمان الإضافي لكن برغم هذا البنوك العراقية تطلب فوائد كبيرة 10% 9% المشروع ما يكون اقتصادياته ناجحة لذلك أنا أطلب جدا مهم من الحكومة العراقية بنك المركز العراقي يدخل في موضوع البنوك المحلية وكيفية أطاع القروض والأمور والقروض إلى الأمور التجارية بصورة خاصة شلون يجي مستثمر ينطي الضمانات مالته أو الحجة أو البيوت أو الأراضي إلى الحكومة حكومة صدر ضمان بنفسها إلى البنوك المحلية أو العربية في العراق أو الأجنبية في العراق البنك ذاك ينطي قرض بفوائد لا بأس بها إلى المقترض في هالحالة صار حكومة دخلت تأخذ من المقترض المستثمر الضمانات وهي تنطي ضمان إلى هالبنوك حتى على الأقل الفوائد تكون أقل وشروط القرض تكون أسهل تكون ميسرة زائدا أنا أطلب من البنك المركز العراقي أن ينطي ثقة للبنوك المحلية ويضمن الودايع أو سقف للودايع نحن نعرف في مثلا في عمان في بلدان عربية الأخرى أكو سقف للودايع بحوالي 500 ألف دولار كلما حسب الرقم المناسب فيجب أن يكون ثقة البنك ينطي البنك المركزي ينطي هالشكل الشيء إلى البنوك المحلية حتى ممكن الناس تخلي ودايعها في البنوك وتقدر تمشي والسفينة تمشي حتى يصبح ثقة أكثر استثمار أكثر ودايع أكثر عمل أكثر قروض أكثر لأنه يجب أن يكون منافسة في السوق والمنافسة الناس خايفة وخصوصا البنوك المحلية قوتها ما عندها قوة وحتى البنوك الأجنبية في العراق خايفة يحتاج أحد يلزم ظهرها وماكو غير الدولة والبنك المركزي طيب هل يمكن تعميم تجربة سنغافور على العراق جسم هذا سويح ابنه ليكوانيو سنغافورة بستينيات كان بلد بفوضى بسوء إداري بدعارة بقتل بإجرام الاقتصاد فاشل والمناصب كانت تنباع وتنشرها بالفلوس رجع سنغافورة على المسال الصحيح وشال أكثر المشاكل وقللها في نفس الوقت نشوف شون سوى في ماليزيا فيعني العراق أنا دائما أحب أقول أنه يتحسن وأنا شخص طموح وأعتقد اهتم أنه بلدي يتحسن وإذا صارت هالشكل أشياء وتحسنت في هالبلدان ليش ما يصر أدنى حلو وهذا خلينا أسألك خلاصنا تقريبا عندي واحد ترجم من أهل البصرة سماها مشيت شيخات حلو خلينا بنمشي شيخات أسألك بالسي في لو سألتك من أنت أنا شخص والد بالبصرة أمي والدى بالبصرة أبويا والد بالبصرة جدي والبصرة جدي والبصرة طلعنا لقرض الدراسة كملت شهاداتي واشتغلت في البنوك وكملت مسيرتي وأسست شركة مالية في إنجلترا مهمة والحمد لله والشكر وصلنا مراحل يمكن ما أقدر أقول لك من أكبر الشركات التمويلية في إنجلترا اليوم بالوساطة المالية معناها تمويل قروض عن طريق بنوك احنا ما عدنا فلوسنا بنوك فلوس البنوك طبعا و متدخل أنا في في مشاريع كبيرة العام الماضي شركتي ميوتشول فايننس في إنجلترا سوينا قروض أكثر من واحد ونص بليون دولار إلى مشاريع إلى أمور مصادية إلى أكثرها بالعقارات لأنه هذا اختصاصنا كشخص عراقي بصراوي دخل بين الإنجليز ودخل بالشباك وربحنا ما نخسر أفتخر أنا طيب استلكة أقدر على عائلتك الفاميلي أريد بها ولد وبنية أنا عندي يوسف ومريم ابني طلع مثلي يشتغل في موضوع البنوك 25 سنة حاليا بنتي سوت درست في الجامعة بالنيورو ساينس اللي هو علم الدماغ نسمي وماشي الحالتين مشتغلون والحمد لله والشكر عدنا العائلة نفرين والدي راح قبل ثلاث سنين ووالدتي موجودة وزوجتي أراضي خليل دماغك دماغي يقول لي باوع من تمشي بالسيارة سريع استعملنا مرايا باوع بالمرايا امشي سريع بس باوع بالمرايا خلاص بالمرايا زوجتك انطيني الفكرة عنها ام يوسف الوردة حبابة هي احزان ظهري وهي اللي انطتني كل السند والقوة حتى اوصل ما وصلته الحمد لله والشكر ولماذا الدماغ والتشريح يقولون الأزواج بعد عشر سنين من الزواج يشابهون اونوتومي تشريح وبالعقل بالتفكير نفس الشي احنا دردش بكل شي اولاد وسفر وحد شي المشترك بينكم شنو؟ المشترك اللي بيناتنا اثنين ما يعبر عين شي فتحين ما يعبر عكم قرش قلب ها؟ أبد كل شي فتحين خبية تقرى الممحي شوية بتشعب بقائل ما تخصص الحديث عنه اللي أعجبك كاظم كاظم ساهر حبيبي وصديقي وارف سنين أنا ما لأ علاقة بالفن والموسيقى بس رجل طيب و بنفتخر بي وصل الاغنية العراقية إلى مراحل عليا تشوف يغني الشعر اللي هو أعقد وأصعب شي وحلما بكاظم غير غنى هو تواضعة واحترامة للناس أبو يسام الورد صديقي وعزيزي خلينا نقوح البنمحي الدنيا ربح وخسارة وتعادل أريد أسألك مثل كتاب جكما هذا اللي أنا أحاجبني به لو أنك ألفت في كتاب في مشوارك في الحياة أسألك الخبير المالي الدولي رائد حنة كيف رئيس الدنيا كل ما تكبر تواضع أكثر وكل ما توصل أكثر كون رجلك بلقع لا تطير بالهاوة لن توقع وأنا شفت ناس بحكم عملي من الناجح إلى الناجح ضرب زرق صفر من هو وكذا والصفر وصل للسماء ونزل بخمس دقائق دائما واحد يدخل بالظلمة ويفتح عين وإلى سويت المال خلي جو رجلك يعليك لا تخلي فوق رأسك نصيك